مرحبا بكم. مرجعنا لكم موصفة جديدة وان شاء الله تكونوا بخير. اتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. شكرا كتير لكم. يلا بنا. المكونات. زبدة 35 جرام. شوكولاتة 120 جرام. نص معلقة بكم سودا. سكر بني. 50 جرام او ابيض. دقيق 50 جرام نص كوب. فكاو خام اختياري. والشوكولاتة البيضة اختياري. والقهوة اختياري. نسيح. بنزوب الشوكولاتة مع الزبدة بالماء الساخن. مثل ما انتم شايفين. تقريبا خمس دقائق عشر دقائق تكون جاهزة. انسى بطريقة لتزويب الشوكولاتة هيك. هيك جاهزة بعد سبع دقائق لقريبا. حركة شوية قليل حتى تنسجل. ممكن استخدم خفاق الكهربائي او اليدوي. ولكن انا دائما بحاول استخدم بدون ادوات يدوي. استخدم لانه في ناس فكر لو استخدمت المكينة لازم الوصفة تكون بنفس المكينة. بيضة بحارة الغرفة. واحدة. سكر بني ربع كوب او سكر ابيض. خمسين جرام. كاكاو خام بدون سكر. معلقة ناشا جرام. وبكيمسودا تلاتة جرام نص معلقة صغيرة. وقهوة سريعة للزوبان. تلاتة جرام. نص معلقة صغيرة. انا باستخدم دايما يدوي. دايما ما باستخدم لا عجنات ولا مكان ولا اي اشي. بحاول قدر الامكان انا استخدم كل شيء يدوي. عشان الناس ما تعتقد انه لازم المكينة هادئة او لازم المكينة هادئة. فقط انا باستخدم المكان للضرورة القسوة. دقيق ربع كوب خمسين جرام. تحريك دقيقة. كل مرة تحريك المكونات حتى تنسجم. دقيقة واحدة. تقريبا. واللي عنده الادوات يستخدم الادوات اللي عنده. انا متعمد ما باستخدم ادوات. باستخدم كل شيء يدوي عشان الناس ما تفتكر انه لازم مكان. او لازم المكينة هادئة او المكينة هادئة. نوضع الشكرات الزائبة مع الزبدة. حычно بنحرك المكونات. وما بعد انتو عندكم مكان. استخدموا مكان. عنكم الات pist استخدموا الات стرصيات اللي عندكم. الريح لالكم. ولكن انا متعمد ما باستخدم الادوات وما باستخدم خلفتات وما باستخدم عجلات ولا مكان. من شان الناس ما تفتكر الوصفة لازم من مكينة هادئة. بدون المكينة هادئة ما بتناعم. ما بنعمل الوصفة. ألا. احنا ممكن نعمل بدون مكان ولكن متوفر المكان ممتاز كتير انه جزء من الناس ما عندهم الادوات هذه واحنا بنحاول نسهل على الناس بنحرك مكونات دقيقة حتى تنسجم بنوضع الشوكولاتة البيضة طبعا الشوكولاتة البيضة اختيارة هذه الشوكولاتة والكيكاو الغامق الخام برد نفس الشي اختيارة والقهوة اختيارة اللي بحب طعم القهوة يوضحها واللي بحب طعم الكيكاو يكون خامج يوضعه والما بحب ما يوضعه اختيارة الكيكاو الخام والشوكولاتة البيضة والقهوة اختيارة الحجم القطعة نفس الشي اختيارة وانا نفس الشي بكرر انا ما بستخدم ادوات موجودة عند ادوات ما بستخدمها من شان الناس اللي ما عنده ادوات يستخدم يدوي واللي عنده أدوات يستخدم أدوات حجم القطعة اختياري تقريبا عملت أنا 7 قطع أنا بعمل كميات الصغيرة وانتو فيكو اضافوا الكمية حرارة الفرن منشغل الفرن من فوق ومن تحت الحرارة الهيطر للفوق والهيطر للتحت حرارة 170 درجة المدة حسب نوع الفرن لازم انتو تراكبوا المدة صحة والفعافية في أمان الله شكرا اشتركوا في القناة تفعيل زر الجرس شكرا كتير للكم وانتظرونا بوصفة جديدة والسلام